في سيجن بن شاهد قضت آخر سنين تتنقر شيعة علي بالياسمين في سيجن بن شاهد قضت آخر سنين في سيجن بن شاهد قضت آخر سنين تتنقر شيعة علي بالياسمين تتنقر شيعة علي بالياسمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة قدم لنفسك في الحياة تزودا فغدا تفارقها وأنتم ودعوه واهتم للسفر القريب فإنه أن آمن السفر البعيد وأشسع واجعل تزودك المخافة والتقى فكأن حتفك من لحاضك أسرع وحفاظ جارك لا تضعه فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم مضيع لا تجزعن من الحوادث إنما خرق الرجال من الحوادث يجزعوا واذكر رزية آل بيت المصطفى وبهم تأسى فالتأسي ينفعوت الله لا أنسى رزية كربلا يا إجثث تراض وأرس تتقايا أطعوه وحرائر تسبى وتضرب يا إيه كلما أناحت لقتلها وسألت آية آية أدمعوه والله زيانب زيانب لفت للحادي تبشي وتقلت وان يا بلما لخوتت عنا واخبرهم بممشان شبشة العشرة أوصاحت يشبولها شمنوم يا بترغون يا أهل الشيمة نمشي بيسر عدوان نوعاول وقل يسر جابه يا أيا والنوع ممام أونا يا أيا ادقلهم يا أهل الشيمة ماذا محالكم يا أهل الشيام هذا ما حالكم للموازمة إذ خار إمامكم أشينه العذور يا أكرام منكم تعيفون بالذل حرمكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منخلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لتعجيل فرج إمامنا وقبول مجلسنا وقضاء حوائج المؤمنين والمؤمنات طيب أفاهكم بذكر محمد وآلي محمد الآية المباركة فيها أمر بإقامة الصلاة وتذكر بعض فوائد الصلاة الصلاة فيها فوائد كثيرة ولكن التساؤل يأتي أن المسلمين بأجمعهم يصلون لا سيما المؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله واليوم الآخر فنرى المصلين يتجاوزون عندهم تجاوز على التكاليف الشرعية عندهم تقصير في الأخلاق عندهم تقصير في تطبيق الأحكام الشرعية زي المهم يصلون فنقول أن الصلاة مر الإنسان حينما تقول الآية وعاقم الصلاة يعني مر يقيم هالأجزاء والشرائط والأركان ومر يقيم صلاة يقيم روح الصلاة يقيم معنى الصلاة ما تصب إليه الصلاة في بناء داخل الإنسان فإذا كان إنسان يصلي يأتي بالصلاة بكامل أجزائها وشرائطها وأركانها ولكن ما يلتفت من مطلوب من هذه الصلاة نعم هذا يكون مبرئ للذمة وصلاته صحيحة ولكن هاي صلاته بهالمقدار ما راح ترفحها إلى المكان اللي الله سبحانه وتعالى والدرجة اللي الله يريدها للمصلين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر فالإنسان اللي يصلي وقلبه مشغول يصلي وقلبه لاهي يصلي وما بين الصلاتين يخوض غمار الأشياء بأجمعها بدون تحفظ وبدون توقف وبدون مراعاة للأحكام الشرعية وكأنه لم يكن قد وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نحن نازم نتخلق بأخلاق أهل البيت الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام الأئمة منهم الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يقوم إلى صلاته يتغير لونه ترتعد فرائصه يسألوا لماذا يا ابن رسول الله يقول أوليس أني أقف بين ملك السماوات والأرض أني أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وما ورد عنه أن ابنه وهذه الرواية يعني واحد يأخذ منها العبرة يأخذ منها العبرة والأئمة يفعلون أكثر من هذا في سبيل الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى أن ابن الإمام أو أحد أبناء الإمام زين العابدين قد سقط في البئر جاءت إليه أمه أخبرته الإمام كان يصلي مضى في صلاته أعسى مضى في صلاته نفترض أنه خفف المستحبات وبقى على ما يحافظ على ما يكون مصحح للصلاة ومحقق للصلاة صلاة تامة حينما انفتل من صلاته خاطبته كما يروى العهد على الرواية ما أقسى قلوبكم يا بني هاشم أيسقط ابنك محمد الباقر في البئر وأنت تستمر في صلاتك فقال لها أتعلمين بين يدي من أنا واقف أنا واقف بين يدي جبار السماوات والأرض فإن أعرضت عنه بوجهي أعرض عني بوجهه هذا التوجه من الإمام والإخلاص بالإمام نتيجتها أن الله حفظ لأبنه في البئر جاء جلس على حافة البئر تكلم بكلمات مع الله سبحانه وتعالى وإذا بلطف الله سبحانه وتعالى يفيض ذلك البئر ويتناول ابنه محمد الباقر اللهم سبحانه وتعالى أستكرر هذه قال لها خذيه يا ضعيفة اليقين الإنسان إذا عنده يقين بالله سبحانه وتعالى كل ما يزغ قلبه يبقى ثابت ويزداد ثبات يزداد رسوخ فإحنا الآن في ممارساتنا لو ننظر قد يكون الإنسان عنده تقصير مع زوجه قد يكون الزوجة عندها تقصير مع زوجها قد يكون الولد عنده تقصير مع أبيه الأب عنده تقصير مع أبنائه قد الرحم عنده تقصير مع رحمه قد يكون الإنسان عنده تقصير مع أبناء وطنه قد يكون الإنسان عنده تقصير مع الوطن وحقوق الوطن لأن حب الوطن من الإيمان إحنا هذه الأمور التقصير اللي مع الرحم مع بقية أفراد المجتمع قريب أو بعيد إذا إحنا ملتزمين بصلاتنا ونصدق في عهدنا لله سبحانه وتعالى في قراءة الفاتحة حينما نقول له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين يعني نعبدك يا إلهنا ونستعين بك ولا نستعين بغيرك زين هاي العبادة يعني العبادة بس الركعتين الصلاة اللي أأديها العبادة بس صوم شهر رمضان أو أصوم مستحب في هذا شهر رجب الأصب اللي يستحب صيامه كله وشعبان يستحب صيامه بس صيام لا الإنسان مطلوب من عنده إضافة إلى هذه الشعائر المقدسة الممارسة الصحيحة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس بينه وبين أرحامه بين عائلته يعني هاي الصلاة اللي يصليها كون الصير لمذكر أو حافز ما ينسى واجب من واجباته فبهال معنى إذا أنا أخلي الصلاة منبه إلي أخلي الصلاة محفز إلي في أن أطبق كل ما يريده الله سبحانه وتعالى أصبح أصبح الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنا إذا قصرت بحقوق أبي أذكر أني أصلي وسأقف بعد ساعات بين يد الله وأعاهده بأني أعبده فإذا كان أنسى لا أقصر مع أبي أقصر مع أخي مع أرحامي مع الآخرين مع ذوي الحقوق أقصر فالصلاة اللي مرة خلي نعبر أنه يقيم هيكلها الإنسان اللي مبرئة للذمة اللي تشتمل على أركان وأجزاء فهذا تكون مجزية ومبرئة للذمة ويكون من المصلين لكن من المصلين المقربين من المصلين اللي صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر لا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن قبلهم نبينا محمد الله صلى الله يقولون في مضمون قولهم وما في معناه أن أنتم لتنظرون إلى الرجل في صلاة وصيام وقيامة هذه قد تكون عاد اعتادها فإذا تركها استوحش إذا تركها قد يستوحش ما يقدر ولكن انظروا إلى أدائه للأمانة وصدقه للحديث هذا المصلي الصائم اللي يدعي مؤمن يدعي من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام انظروا إلى صدق بالحديث وأداء للأمانة فإذا صدق في الحديث وأد الأمانة التي عليه هذا يكون صادق مع الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يغر أنكم الرجل في قيامة وجلوس وصيامة ولا طنطنت في الليل انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه للأمانة لأن هاي الشعائر والواجبات أو العبادات اللي الله سبحانه وتعالى فرضها علينا تنظر هذا كل واجب إلى تأثير نفسي وإلى تأثير على أعضاء الإنسان وإلى تأثير على عموم حياة الإنسان هاي الواجبات تنظم حياة الإنسان إلى الأحسن إن أحسن التدبر والتفكر ومعرفة الواجب وما يمليه عليه هذا الواجب أنت تنظر الإمام أمير المؤمنين أكو بعد النبي رجل أو شخصية أعظم من الإمام أمير المؤمنين كلا مع ذلك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول الجابر بن عبد الله الأنصاري يا جابر أتعلم بمصار جدية أمير المؤمنين قريبا من رسول الله بهذه المنزلة بمصاري 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 بهذه المنزلة القريبة قال لا يا ابن رسول الله الله ورسوله أعلم اخبرني فقال له صار قريبا من جد رسول الله بصدق الحديث وأداء الأمانة يعني صدق الحديث منها نحن من نوقف ونصلي ونقرأ سورة الفاتحة أو بقية الصور أو الأذكار أو الأدعية أو القنوت هاي كلها عهود ومواثيق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى آخر من نصلي صلاة الصبح ونطع عهود ومواثيق على الله الله سبحانه وتعالى كن صادقين إلى الظهر زين اجدنا صلاة الظهور وصلاة العصور وعدنا نفس المواثيق ونفس العهود ونفس الالتزامات والاعتراف بالتذلل لله سبحانه وتعالى وطلبنا حاجتنا العظيمة من الله بعد أن نعترف له بالربوبية ونعترف له بأننا ضعفاء مساكين لا حول ولا قوة ونطلب من عدة حاجتنا اهدنا الصراط المستقيم هذه حاجة عظيمة من نطلب من الله زين أنا أطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم وأنا رأساً أخفل وأنسى هذا الطلب من الله وأمشي إلى طرق لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى سموط طرق المحرمة والعياذ بالله لا تفكير في ظلم الآخرين اللي أنا ما أحدث نفسي على إعانة الآخرين أنت تذر النبي صلى الله عليه وسلم يريد الناس دائماً يفكرون بفعل الخير ما تقدر بس فكر ما تقدر أن تخلي على بالك أن إذا قدرت تفعل الخير بهالمعنى النبي روحي في داه يقول لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه يا أبا ذر هم بالحسنة لألا تكتب من الغافلين يقول لهم بالحسنة ما عندك قل إن شاء الله إذا صار عندي فلوس أطلل يتيم إذا صار عندي فلوس أشارك في بناء حسينية الحسينيات اللي بنت مجد الشيعة ومجد أهل البيت عليهم أفضل والصلاة والسلام اللي خلدت ذكر الإمام الحسين هذه المؤسسات العظيمة اللي ما أحد يمتلك مثل هذه المؤسسات الفعالة فأنت أنوي إذا أنا صار مجال أأمر بالمعروف هذا هم خير وأنهى عن المنكر ما أعتذر إذا رأيت أرحامي بيناتهم الزعلين ما أغض النظر أكون واسطة خير إذا واحد طلب مني جاه أو وجه أو تعريف أو ما شابه ذلك ما أعترف يا أبا ذرهم بالحسنة لألا تكتب من الغافلين لأن هذا اللي ما يخلي على باله أنه يريد يطيع على الله بس الآن ما عنده بس إن شاء الله يا إلهي إذا رزقتني أطي إذا أنا تعافيت من مرضي أزور أصل رحمي أتفقد المؤمنين أتفقد الأيتام فهي الأمور تحيي القلب وتجعله متصلا بالرب سبحانه وتعالى فالصلاة اللي تحرك مشاعرنا وتحرك عواطفنا وتدفعنا إلى الطريق الصحيح هاي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وإلا إذا أنا أصلي وأدير وجهي والعياذ بالله من هذا الوقت لا الجار يعرف جاره ولا الأخ يندل بيت أخوه ولا واحد يعرف بنات أخوه لا أولاد أخوه أكو عوائل هكذا لماذا؟ لأنه ماكو اتصال حقيقي بالله سبحانه وتعالى بينما الإسلام يريد هاي الصلاة فادعامل محفز أن يكون المجتمع الإيماني سأقل المجتمع المؤمن يكون مجتمع منتج متحرك يتجه إلى الأصلح يتجه إلى الأحسن ليش بفضل الصلاة لأنه يشعر في داخله باليوم خمس مرات الواجب يتصل بالله ويطلب رحمته ويعترف بالعبودية ويعترف بالضعف ويعترف بأن الله مالك يوم الدين ومالك كل شيء فالإنسان إذا خلى هذا المعنى على باله ويجدده بين صلاة وأخرى مو صلاة لقلقة لسان كما يعبرون فهذا راح الإنسان يشعر بالمسؤولية ويندفع إلى مصالحه إلى مصالح الآخرين يدعمها يحافظ عليها يكون عنصر صالح متحرك في المجتمع ولذلك التعبير الأئمة عليه السلام شيء يقولون على المؤمن المؤمن يعني اللي يمؤد الواجبات وتارك المحرمات غير ومن الواجبات حب محمد وآل وآل محمد اللهم من الواجبات فالإنسان يكون عنصر صالح منتج بفضل من أو بفضل استشعاره داخل ضميره أن الله مطلع عليه إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنتم روحوا إلى المحاكم إلى القضاة إلى غيرهم أسئلوا إش قد أكو دعاوى كيدية إش قد أكو دعاوى ما ينبغي أن تقام بين الأرحام بين الأخوة بين الزوج وزوجته بين المؤمن والمؤمن الآخر يعني لأجل أن يريد يغلب ذاك يمشي كذب لأجل أن يريد يمشي وسط يمشي يرشي أو ما شابه ذلك بينما إذا كان الإنسان يستشعر أنه عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى ما رح يحاول بالطرق المحرمة ما رح يحاول بالسبل اللي الله سبحانه وتعالى ما يرتضيها أنا أسلك الطرق الطبيعي طرق الطبيعية أسلكها وأدافع عن نفسي وألقي حجتي إذا توفقت وحصلت حقي زين وإذا ما حصلت حقي أنا مو مسموح لأن أستعمل الطرق المحرمة لاستحصال حقي وهذا تنظر من أول صدر الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في مضمون كلام قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ولكن يصرفه عنها مانع من تقوى الله يقول أنا أقدر كما فعل غيري أو هيمن أو سيطر أو ملك يقول هم أقدر أستعمل حيل وأوصل لكن تعال تقوى الله سبحانه وتعالى تمنع تمنع أن يخوض الإنسان الطرق المحرمة ويقول نقوم مرة وبالبادية رأوا راعي أغنام قل له بيعنا أو أعطنا جدي بفرخ الشات الصغير قال الأغنام ليست لي أنا راعي وهي لسيدي فقال له أين الحجج أكو حجج هواية تحتج أكل ذيب مات كذا راح شرد يقول هل تقدر تحتج بحجج كثيرة قالوا له أين الحجج فقال لهم وأين الله يعني أنا إذا أجيب لحج باطلة وكاذبة ومو صحيح أقول الله لا ما أقدر هتش الإنسان إن هذا شوف مع أنه راعي يعيش في البادية ولكن الوعي اللي يحمله يخلي يفكر تفكير صحيح مو مجبور الإنسان أن يستعمل أساليب باطلة وأساليب محرمة لغلبة الآخرين هذا ليش يستعملون هاي الأمور لعدة أمور أول مرة هما مو صادقين الإنسان مو صادق بمعاملته مع الله سبحانه وتعالى مو إحنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينتصر للمظلوم من 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 الظالم فأني أداعب حقي بقدر ما أستطيع إذا ظلمت أنا أكون معذور وأكو من يأخذ بحقي سواء كان في الدنيا أو في الآخرة إحنا نريد لا نأخذ حقنا بقوتنا نأخذ حقنا بشطارتنا يناف الحكم الشرعي ما يناف الحكم الشرعي ولذلك يعني مما يؤسف له بين المؤمنين إذا صار خصام أو صار سوء تفاهم كل من يستعمل أقوى قدرة عنده أقوى قدرة عنده يستعمل محللة أو غير محللة لأجل تكون له الغلبة هذا لأننا غافلين لأننا لا ننظر بعيد لا نريد الجزاء من الله سبحانه وتعالى هذا نتيجة الغفل عن روح الصلاة عن معنى الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا كون الإنسان يتدبر في صلاة أيها المؤمنون كما كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما في صفين في ليلة الهرير الليلة الشاتية المظلمة المنطرة فقدوا الإمام أمير المؤمنين تتبعه أحد أصحابه رآه اعتزل الجيش بعد منتصف الليل وأخذ يصلي قال له سيدي أوقت الصلاة الآن وقت الصلاة نحن بهذه الشدة بهذه الليلة فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن لمن قاتلهم نحن عليهم من قاتلهم نريد نقيم الصلاة الفرق بيننا وبين غيرنا نحن نريد نقيم الصلاة من اقطع صلتنا بالله سبحانه وتعالى الصلاة صلة بين العبد وربه ولكن هذه الصلة مرة صير مثل الشعر أو أقل من الشعر ومرة صير متن هذه الصلة عليها اعتماد يتحرك الإنسان بنور الله بلطف الله بإرادة الله سبحانه وتعالى ولذلك الأيمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينطبق عليهم إذا وقفت على قبره وخاطبته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا سيما أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نحن نخاطب الإمام الحسين ونقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة يعني نشهد أن يؤدي الركوع والسجود وهذه الأمور لا نشهد لنقول أنت أسس الدعائم إقامة الصلاة أنت جعلت روحية الجهاد في الأجيال المتعاقبة لإقامة الصلاة للأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر يا أبا عبد الله لو لا وقوفك ولولا دماؤك ولولا تضحيتك لذهب الدين أدراج الرياح أشهد أنك يا أبا عبد الله قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وهو من أول يوم اللي طلع من المدينة واقترح عليه محمد بن الحنفية أن يتأخر ما يروح فقال له إنما خرجت لأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولأحكم بكتاب الله أنا خرجت عندي غاية وعندي هدف أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحكم بكتاب الله وسنة جدي محمد الله وصلاة الله وصلاة 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 وهذا الهدف قدم للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قدم أصحاب خير الأصحاب ليس لهم نظير على وجه الأرض وقدم أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا كل لأجل أن يرسي دعائم الدين لأجل أن يثبت القواعد في قلوب المؤمنين ماذا يريد الإمام الحسين أيريد دنيا أيريد شيخ آخر لا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد وهذا الإصلاح الذي طلب من النبي أن يؤذى تلك الأذية ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت هذا الإصلاح الذي طلب من الزهراء أن يكسر ظلعها ويصنع معها ذلك الصنيع تطلب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلك التضحية تطلب من الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك الصبر وذلك الموقف المثالي كذلك هذا الإصلاح تطلب من أبي عبد الله الحسين أن يضحي بأعز الأشخاص لديه ضحى بأهل بيته كالأقمار على وجه الأرض ومنهم ولده علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد علي أن يبرز إلى أعداء الله متما لك نفس الإمام الحسين وإذا به يتخطى خلف ولده ابني علي قفلي هنيئة وقف علي جاءه الحسين وضع يده على منكبه وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنه برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد وكنا وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام ثم توجه إلى مقر ابن سعد ونادى يا ابن سعد سود الله وجهك قطع الله رحمك كما قطعت رحمي لما لم تحفظ قرابتي من رسول الله ودعا على ابن سعد لأنه سوف يقتل جيشه شبيه رسول الله ذهب علي الأكبر وبقي الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يتابع ولده شبيه رسول الله في حملاته وصولاته وفي دخوله بين الأعداء وفي قتله للأبطال يجندلهم وإذا بعلي الأكبر يواجه عدوا شرسا وهو بكر بن غانم تغير لون أبي عبد الله الحسين ليلة أم علي الأكبر كانت في داخل الخيمة ووضعت وجه الحسين على سلامة ابنها علي الأكبر وإذا بها حينما ترى وجه الحسين قد تغير فزعت إليه سيد أبا عبد الله أرى وجهك قد تغير أصيب ولدي بشيء قال لا يا ليلى ولكن برز من يخاف منه علي يا ليلى برز إليه بكر بن غانم ادخلي إلى خيمتك وادعي إلى ولدك فإني سمعت رسول الله يقول إن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها والله طبت الخيمت الغريب أتيت واس للأعلى بحبيب بالحسين ويش ما بمصيب يا راد يوسف من مغيب ليعقوب ومس تش نحيب علي سالم أريد أنك تجيب وأغمي عليها فما استتم دعاؤها إلا نصر الله علي على عدوه بكر بن غانم وجاء يحمل رأسه كعادة الأبطال والفرسان وهو ينادي الجائزة الجائزة يا أبا ابني علي ماذا تريد من جائزة يقل يا 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 شربة ويا للميدان وحدي يا 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 وحق جد مرد شاب دي وحق جد مراي عاد شاب دي يا بوي العطاش والشميس والميدان والحار قال له ابني علي أصبر ساعة سيسقيك جدك شربة لا تضمأ بعدها ولذلك حينما سقط في أرض المعركة نادى السلام عليك أبا أبا عبد الله هذا جدي رسول الله سقاني شربة لا أضمأ بعدها ويقول لك مثلها مذخورة عنده حينما سمع الحسين صوت علي الأكبر وهو في وسط المعركة ويستنجد بأبيه أبي عبد الله الحسين ذهب إليه كشف القوم عنه يقول أرباب المقاتل رمى الإمام الحسين بجسده على جسد ولده علي وهو ينادي بني علي على الدنيا بعدك العفاء بني علي على الدنيا بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من همها وغمها وأبقيت أباك لهمها وغمها والله قعد عنده وشاف مغمض الحين متواصل طبر والرأس نصن إحنا ظهر على بنيا وتخاصر يقل لي أبويا يقول منه الشرق رأسك يا نور العين من خمد أنفاسك يا عقلي منه بدرعك وطاسيك يا بوحة تفني عليك الدهر لك شر جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره وعلي قدر من ذؤابة هاشم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر مستلع فيها شاف المرضى المنظورين وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات ومن أوصانا بالدعاء اقضي حواجهم شافي مرضاهم يسر أمورهم اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحفظ علماءنا في مشارق الأرض ومغاربها وارحم الماضين منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلدان المسلمين من كيد اليهود والعابفين مؤسسي هذا المأتم تقبل اللهم منهم هذا العمل بأحسن القبول ووفقهم والسامعين لخدمة أبي عبد الله الحسين إلى أماتهم وأمات السامعين ومن مات على الإيمان وإلى أرواح علمائنا الماضين وأرواح شهداء الإسلام رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد وعلى أرواح شهداء الإسلام في سيجنب شاهد قوت آخر سنين تتنطر شيعة علي بالياسمين في سيجنب شاهد قوت آخر سنين في سيجنب شاهد قوت آخر سنين تتنطر شيعة علي بالياسمين تتنطر شيعة علي بالياسمين اع deserving Every let's we get to all the free down here Finance